أنا من كلامك ده حسيت إنه اللي اتنين فيهم تضارب يعني مدير إداري ومدير كورا مدير إداري ومدير كورا بيبقاش اللي اتنين لا في بعض الأوقات ممكن تنجح يعني هقولك على حاجة النادي الأهلي نجحت مع كابسايد عبدالحفيز وكابسايد عبدالحفيز لعيب كورا كبير جدا ولعيب مهم في تاريخ النادي أهلي الليقول له الإصابات هي اللي بعدته ومعاه مدير إداري بالنسبة لنحن في النواحي الإدارية هو شيخ الإداريين زي ما نقول كابسايد عبدالحفيز وما فيش تضارب حصل وعمري ما شفت مثلا كابسايد إنه هو بيتكلم في النواحي الفنية ويمكن دي من الحاجات اللي نجحت سيد عبدالحفيز وعادته فترة كبيرة في النادي الأهلي مع أنه هو كان نجم كبير لكن هو النهاردة لا احترم منصبه كمدير كورا كل توجهاته أو كل شغله كلنا بنشوفه عمره ما قام إدى لعيد تعليمات عمره ما تكلم مع العيب أو حط إيده على كدف العيب وتكلم حتى لو بتحصل في الغرف المغلقة شيء لكن في الملعب في عددكة زي ما بنقول لا بيحترم منصبه وبيحترم شغلته وما بيتعداش حدوده وعارف إيه المهام بتاعته وعشان كده سيد عبدالحفيز لغاية النهاردة مش تقليل من خالد بيبو على فكرة خالد بيبو من الشخصيات المحترمة جدا ويمكن أنا قلت ما ينفعش نقارن سيد عبدالحفيز بخالد بيبو سيد عبدالحفيز قعد في المنصب بتاعه فترة طويلة فبيتمتع من الخبرات أن يقدر يحل كل حاجة وقعت في مكتبه لكن خالد بيبو لسه بيبتدي المرحلة بتاعته كمدير كرة فريل وفرق أن أنا بقى مسك طاعنا شين وفرق أن أنا بقى مسك فريل فريل أول حفظة لأقول يعني الهمسة بتتحسب على المسؤول وخصوصا ما يكون مسؤول في نادي كبير وقعت في أمم كبير